هنا نفس الكلام اللعبة دي فيه طبعا دي ما داشت انظار فيها الكوكا ده من الخطاء اللي موجودة معنا في الماتش دي المساعد حتى كلمه أبو الرجال قاله في انظار في اللعبة دي هو برضو ادى اللعبة ادى راكل حرة حرة ما داشت فها انظار كان لازم اللعبة دي فها انظار دي بقى اللي اختلت معا فيها يعني الوصول هو احتسب راكل حرة على اكرم توفيق كان واخد انظار اللي بس هو الرجل الاول قبل القرى هو وصل للقرى هو في الطريق القرى وصل للرجل بالمنظر دا التهور والستادز بالمنظر ده ده اقصى درجات التهور انظار كانت اصفر الى اكرم توفيق لازم يديو له انظار وده الهاي بالنظار الثاني دي في دياته 80 وكان طارد الاكرم توفيق وده خطأ موجود على فكرة موجود في كل حتة في العالم الاختصة زي كده فنستحمل حukامنا زي ما نستحمل حكم الاوروبي فده موجود وكان ده اكرم توفيق وكان طارد الاكرم توفيق في اللطvida هل قرار ده بنقول عليه أنه أثر على نتيجة المباراة؟ بص أي قرار في المباراة كريم مبدأ عام مؤثر هرجع لجل القرار في قبل النهائي ربي تمثل صالح البرامدز اتحسبك للزمالك جميلها هدف فمؤثر فأي قرار موجود في المباراة مؤثر فمش هنقف عندها قوي مش ده القرار اللي أثر على نتيجة توتل المباراة في الآخر هو خطأ موجود في المباراة خطأ ولكنه لم يؤثر بالضبط قولناه واعترفنا به الموجود الخطأ وبالتالي خطأ مع مين في المباراة؟ إذا كانت تكلم عن الـ 120 دي خطأ زي ده فده مقبول جدا في التحكيم تمام